نموذج تاني لشابين تجربتهم لا طويلة ولا سيارة واخدين فيها قرارات ما هياش جاية عشوائي كده أستاذ مصطفى السعيد تاجر جملة وأمال القلاوي فاشن ديزاينر ابتدئته كده شغلاتكو كده ولا غيرته الكرير في النص ولا ايه هو كان تاجر جملة من زمان جدا هو بقى اللي علمني ازاي اتاجر وابقى اصلا ادخل للمجال ده هو اللي علمني اه انت كنتش بتعملي ايه الاول كنت في هندسة ميكانيكا اه ايه ده ملا وملا مش عارف ايه جد كده طب احكوا لي تجربتكم اتقابلتو ازاي حبيتو بعض ازاي كده انا عندي محل ملابس وكده وهي طبعا كبتشتري مني وعجبتني وكده يعني وعرفت سألت عنها وروحت لها في نفس اليوم في نفس اليوم انا لفت شوية وروحت البيت لقيته هناك ده هي مرة اللي جاتلك مرة احكولي طيب ايه اللي لفت نظرك فيها واحدة زبونة واحدة مرة واحدة بقى هي امان من النوع اللي هي ايه يعني وشها مريح ليا بالنسبة لي مريح فعلا انا هزالك انه شفني من ظهري مش مش والله العظيم اعجب بالطيام اللي انا لابسها سأل مين دي مش عارف ايه لقيته في البيت عندنا روحت لقيته فنفس اليوم المغرب ده انت قوة فتاكة لا لا خالص والله مال ايه ماش عارف ايه ولا خدش بالك انه هو اعجب بيك ولا اي حاجة ما اشترتش منه اصلا كمعين ما نفعتهوش اشترتش منه خالص لا ايه اللي يخليها تلفت نظرك في مرة واحدة مرة اصلا هدوءها مثلا وعرفت بتا ازاي طريقتها وطريقتها وطريقتها في الكلام وكده جذبتني اه وبعدين بعد كده بقيتش زبنته لا خالص احنا هو الجهة لا عم انت مستخدتش منها مصلحة خالص ايه ده ايه اللي اخدت بها بعد كده انا اللي اخدت كل حاجة الحمد لله الحمد لله انت ملفتش نظرك خالص طب دخلت البيت لقيته قاعد اه كان هو كان يعرف بنت خالتي اه فمين ده قلتلي ده كذا 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 خلاص اقعد معاك وكده بس احنا معملناش خطوبة على طول يعني هو عجبني لانه دخل البيت من بابه اه ما بيشلفه دوران واكلمك لا هو يعني بالطريقة القديمة وده عجبتني خلاص اتعرفنا شهر وبعدين اتخطبنا ما تخطبناش على طول تمام تمام وجوزت بعدها بقد ايه احنا كتبنا الكتاب على طول يعني ما تأخرناش بعدها بشهرين تقريبا وبعدين فضلنا كتبين الكتاب سنة وبعدين اتجوزنا بقا احنا ماشيون في السنة الحداشر دلوقتي جوز دلوقتي السنة الحداشر زواج اه ان شاء الله طيب ما حستيش في وقت انك انت استعجلتي هو استعجل انت استعجلت يا مصطفى لا لا عمري بجد؟ في وقت الغضب بس نبقى متخنقين بس احنا متعودين ان احنا ما نمشي واحنا متخنقين طيب احنا نطلع كل اللي جوانا في نفس اليوم ايوه كويس قوي قولولي بقى الخطة انتوا بقالكم دلوقتي حداشر سنة وانا عرفت ان انتوا مرتوا بصعاب كتير في الحداشر سنة اكيد طبعا اي اسرة لست في بدايتها او كده وشباب لسه وظروفنا برضو مادية مش مكادش كوية وكده فبدأنا بداية او كده صعبة شوية بس الحمد لله ربنا كرمنا بعد كده مع بعض وهي ماشيت على ظروفي برضو في الوقت ان انا كنت محتاج فيه وكده برضو لما سألنا على معلومات عنكم يعني عرفنا ان انتوا شخصيتين مختلفتين خالص في ايه؟ هي امال هادية شوية هادية خالص يعني وانا عصبي خالص طب ده اختلاف مطلوب وحميد يعني مش قوي مش قوي هو بتعصب واتكلم وانا وقفة عملاله كده ايه واقع لانا اختلاف حميد انها لو عصبية زيئة او مثلا بس هو بقول عليا بردة انت وبتتكلميش لي وانا سكتة وقفة وعملاله كده انت بتبتتكلمي انت بتخنق معي طب مش عايزة تخنق دلوقت والله العظيم بجد يتخنق معي شو مش بتخنق معي ما خلينا تب ماشي بكرة تخاني انت نهاردة وانا بكرة للآن شد上 قصد بعد ه relatively introducesations اي يوم في زعل او ايما يعني اي مفعلش نعم غلوية مرضية شوكلتاية أكل كده حاجة بحبها مجيب لك إيه تاني؟ مصطفى؟ أه يعني ساعت لقيته يعني يجيب لدهب أه مرة كده يعني شوكلتات على طول عشان عارف أن أنا عشان رفيعة لا أنا عاملة رجيم عاملة دايت أنا عاملة رجيم بلا بتاع ده أنت نص هي رفيعة أه أنا عايزة كده أنا ستين مئة وستين حلوة أول ده اللوع اللقب إنك فاشن ديزاينر؟ لا خالص لا خالص أنا كده وانا تقريبا في الكلية وانا كده محافظة على وزني كده طيب دلوقتي أنت هم أنت مخلفة؟ معي تلاتة ما شاء الله تبارك الله ربنا يحميه ولدين وبين والحمل ما أصرش على القوام الأصلي اللي أنت محافظة علي لا خالص والله كان قدامي بطن بس كده وخلص ونته وخلص دي ميز عظيمة بي أصلا مش بتاكل يعني مش بنوع اللي بيأكل ما أنا ما أحبش لما أحبش الأكل الكتير والأوفر لا هو على وجبات صغيرة طول اليوم هو عارف يعني اه اه ايه الطلبات الصعبة اللي أنت بتطلبها منها؟ قالت لك اه 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 انا يعني أنا منطبعي بحب البيت مرتب شوي اه فهي برضه بحكم شغل لها وعندي ثلاث ولاد كلهم قريبين من بعض في السن اه يعني بين كل طفل وطفل ما فيش بسهن سنة ونص سنة سنة اه اه فمش عارفة تسيطر على الموضوع لسه اه هم في حتة دلوقتي ما يجبروا بس شوي وكملوا اه يا فقا بس أنا منطبعي بحب النظام شوية وترتيب شوية بحب النظام ما خالص وأنا مش منطبعي أنا أصلا أنا منظمة بس هو فاهم الشغل ما بحبهوش هو مش فاهم كده أو مش بلحق أعمله أنا معي سبع سنين ست سنين أربع سنين اه أنا طول اليوم باشتغل شغلانتين على فكرة مش شغلانة أنا فاشون زينار عندي قتي ليه وميكا بارتست كمان كمان اه فأنا مش ملحقة أنا بصحى الصبح ما بنامش إلى الساعة ثلاثة بالليل بسبب الأولاد فطبعا هو كزوج هو متأثر وبرضو بروح شغله ونحتاج حد ما في البيت فأنا مكسرة في الحتة دي ودايما منتخلق يعني عشانها بس هو بصراحة يعني بيقدر والله بيقدر طيب الرومانسية فين بقى وضعها فين؟ تقريبا الرومانسية بقى دي تيجي إزاي بقى هو بقى فوصت الليال وال لا 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 خالص هو بقى أحنين عليها جدا من بعد بخلفنا بنوتا ودي حاجة أنا لحظتها احنا معنا ولدين وبعدين بنوتا البنوتا دي لما جات بما يرضي لأنه لبنتي تتجوز وهو هيعملها مش عارفة بدأ يخاف وليه حنيتها عليّ بنت الزغيرة حنيتها عليّ برضه حنينة جداً مع وضانة حاجات كتير أيوه يعني إيه؟ فأنتي كمان الصبيان حبايبك أنت جداً آه أه لكتت هتمسك فيك دلوقتي أي حمدت ربنا لا ولادي بسم الله ما شاء الله يعني الصبيان هم قريبين مني أنا أكثر من البنت البنت أنا و هي مش متفقين هي متفقة مع بابا آه حتى متنم مع بابا مش معي تشيل الحاجة الحلوة لبابا مش لي أنا خالص عكس الولدين أنت ضرّتها دلوقتي جداً آه أنا لو مثلاً قاعد مسك إيدي أو كده لا هي في النص و تعمل مشكلة كبيرة بس ده عادي آه تقليدي جداً اللي تحكي ده طبعاً هل هي معوضاك بقى عن البنت الصغيرة معوضاك عن شوية الفوضى اللي حصلة في البيت من يوم مريا ما جاءت والله يا حمد الله هي سبحان الله أكدنا ربنا بعتها لي عشان انقذك من المفترية اللي معاها الولدين لا لا أنا مش مفترية قامد يعني هو ساعات ساعات بصراحة آه يعني ما يتطلبه الأمر اللي هو الدامي ساعتها بقى كده وساعتها بقى كده آه شكراً لكم